الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا تفسير رؤية أكل الفول المدمس في المنام رؤية أكل الفول المدمس في المنام علامة على الزواج القريب للفتاه العزباء والله أعلم إذا رأى الشخص أنه يأكل الفول المدمس في المنام تكون إشارة على حصوله على الكثير من الأخبار الجيدة رؤية المرأة أنها تقوم بأقل الفول المدمس في المنام علامة على الخير والرزق الكثير لها والله أعلم عندما ترى المرأة المتزوجة الفول المدمس في المنام إشارة على الظرية الصالحة من يرى أنه يأكل الفول المدمس في المنام علامة على تيسير الأمور والراحة النفسية له والله أعلم من يرى نبتة الفول في المنام علامة على تحقيق الطموحات في الحياة حلم نبتة الفول في المنام تكون إشارة على الوصول للأهداف وتحقيقها والله أعلم إذا رأى الشخص نبتة الفول التالفة في المنام تكون إشارة على الضائقة المادية الكبيرة التي تحدث له والله أعلم رؤية نبتة الفول في المنام تكون إشارة على الرزق الوفير والبركة في المال والله أعلم رؤية الفول الناشف في المنام علامة على الضيق والمتاعب الذي يعاني منها صاحب الرؤية رؤية الفول الناشف في المنام تكون إشارة على تحقيق الأمنيات رؤية الفتاة الفول الناشف في المنام تكون إشارة على زواجها القريبة رؤية الفول الناشف في المنام علامة على الحظ الوفير تلك الأيام رؤية إعطاء الميت الفول الأخضر في المنام تكون إشارة على بعض الهموم والأحزان في حياة صاحب الرؤية حلم إعطاء الميت فول في المنام علامة على الأزمات التي يعيشها الشخص من رأى أنه يعطي فول أخضر في المنام تكون إشارة على الموت القريب والله أعلم حلم إعطاء الفول أخضر في المنام تكون إشارة على المشاكل التي توجد في حياته من يرى أنه يقوم بقطف الفول الأخضر في المنام علامة على بشرة خير له من يرى قطف الفول الأخضر في المنام علامة على تعبه وشقائه في تحقيق الأمنيات حلم قطف الفول الأخضر في المنام علامة على إصراره لتحقيق أهدافه وأحلامه من إذا رأى الشخص أنه يقوم بقطف الفول الأخضر في المنام تكون إشارة على النجاحات القريبة وسعادة له والله أعلم رؤية الفول المدمس في المنام علامة على الأخبار السعيدة القادمة من يرى أنه يأكل الفول المدمس في المنام علامة على الرزق الوفير له حلم الشخص أنه يأكل الفول والخبز في المنام علامة على ترقية قريبة في العمل وسع في المال والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي